إلحاقاً لما تم إعلانه من إدعاء طفل في محتوى مرئي تعرضه للاعتداء فقد تبين عدم صحة الإدعاء اليوم قد نتطرق إلى موضوع مهم جداً يلامس الفرد والمجتمع على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي من الادعاءات والمغالطات التي ممكن أن تطرق على الفرد أو على العديد من الأفراد في المجتمع المتهمين المواطنين وخطورة السير في هذه الادعاءات تجاه الغير دون أي ثبتات صحيحة وقانومية والإضرار بالغير بشكل مباشر أو غير مباشر الحاق الضرر للأفراد في أعمالهم أو في بيوتهم يحرمها الشرع وهي معاقبة ضمن الأنظمة والقوانين الخاصة في المملكة العربية السعودية لذلك يجب عدم التطرق لأي ادعاء غير صحيح أو باطل أو قد يسبب من الإشكال على المستوى الفردي أو إثارة الرأي العام بادعاءات غير صحيحة وقد تعود بالسلب على من يدعيها دون أي إثباتات صحيحة يجب أن تقوم مقرونة بمستندات وشواحد تؤكد صحة ما يدعي الدعاءة القائمة الكاذبة يستوجب تقديم اعتدار علني عليها مما لحق الشخص من أضرار قد تكون نفسية أو مجتمعية أو حتى على الصعيد العملي أو الأسرين هذه الأمور لا يجب أن نتهاون فيها على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي تكفل القضاء السعودي بالنظر في القضايا المتعلقة برد الاعتبار تجاه الغير وقد يتحمل المدعي بالباطل والغش والكذب تجاه المتضررين أن يقدم اعتدارا علاليا تصحيحا لما تم للدعاء به بالباطل وقد يلزمه التعوضات المالية وقد يلزم التعوضات أخرى يراها القضاء هي محل اعتبار لرد ما تم للدعاء به تجاه الآخرين وهذه الأمور وهذه القواعد تساعد الحفاظ على مجتمع واعي تجاه الأنظمة والطوانين وعلى قدر كافي من التوجه أمام إلى الجهات المختصة بالمحافظة على ثقافة الصحيحة في اتجاه القانون الذي يجب اتجاه إليه واللجوء إليه عند الاضرار به بكافة المجريات التي استطلت الله بالاستعانة بالقضاء فيه